حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا حريز قال سمعت سعد بن مرثد الرحبية قال سمعت عبد الرحمن بن حوشب يحدث عن ثوبان بن شهر قال سمعت كريب بن أبرهة وهو جالس مع عبد الملك بدير المراني وذكر الكبر فقال كريب سمعت أبا ريحانة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول إنه لا يدخل شيء من الكبر الجنة قال فقال قائل يا رسول الله إني أحب أن أتجمل بسبق صوتي وشسعن علي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك ليس بالكبر إن الله عز وجل جميل يحب الجمال إنما الكبر منس فيها الحق وغمص الناس بعينيه حدثنا عصام بن خالد حدثنا حريز بن عثمان عن سعد بن مرثد الرحبي قال سمعت عبد الرحمن بن حوشب يحدث عن ثوبان بن شهر الأشعري قال سمعت كريب بن أبرهة وهو جالس مع عبد الملك على صريره بدير المراني وذكر الكبر فقال كريب سمعت أبا ريحانة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل شيء من الكبر الجنة فقال قائل يا نبي الله إني أحب أن أتجمل بحبلان صوتي وشسعن علي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك ليس بالكبر إن الله عز وجل جميل يحب الجمال إنما الكبر منس فيها الحق وغمص الناس بعينيه يعني بالحبلان سير الصوت وشسعن علي حثنا حجاج بن محمد حدثنا ليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الحصين الحميري عن أبي ريحانة أنه قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوشر والوشم والنتف والمشاغرة والمكامعة والوصال والملامسة حثنا يحيى بن غيلان حدثنا المفضل بن فضال تحدثني عياش بن عباسي عن أبي الحصين الهيثم بن شفي أنه سمعه يقول خرجت أنا وصاحب ليسمى أبا عامر رجل من المعافر ليصلي بإيلياء وكان قاصهم رجلا من الأزد يقال له أبو ريحانة من الصحابة قال أبو الحصين فسبقني صاحبي إلى المسجد ثم أدركته فجلست إلى جنبه فسألني هل أدركت قصص أبي ريحانة فقلت لا فقال سمعته يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشرة عن الوشر والوشم والنتف وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار وأن يجعل الرجل الرجل في أسفل ثيابه حريرا مثل الأعلام وأن يجعل على منكبيه مثل الأعاجم وعن النهب وركوب النمور ولا بوس الخاتم إلا لذي سلطاء حثنا زيد بن الحباب حدثني يحيى بن أيوب عن عيشي بن عباس الحميري عن أبي حصين الحجري عن عامر الحجري عن أبي ريحانة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره عشر خصال الوشر والنتف والوشم ومكامعة الرجل الرجل والمرأة المرأة ليس بينهما ثوب والنهبة وركوب النمور واتخاذ الديوباج هاهنا وهاهنا أسفل في الثياب وفي المناكب والخاتم إلا لذي سلطاء حثنا الحسين بن موسى الأشياب قال حدثني أبن لهيعة قال حدثني عيش بن عباس قال حدثني أبو الحصين عن أبي ريحانة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخاتم إلا لذي سلطاء حثنا حسين بن محمد حدثنا أبو بكر بن عياش عن حميد الكندي عن عبادة بن نساء عن أبي ريحانة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من انتسب إلى تسعة أباء كفار يريد بهم عزا وكراما فهو عاشرهم في النار حثنا زيد بن الحباب قال حدثني عبد الرحمن بن شريح قال سمعت محمد بن سمير الرعينية يقول سمعت أبا عامر أتجيبي قال أبي وقال غيره الجنبي يعني غير زيد أبو علي الجنبي يقول سمعت أبا ريحانة يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فأتينا ذات ليلة إلى شرف فبتنا عليه فأصابنا برد شديد حتى رأيت من يحفر في الأرض حفرة يدخل فيها يلقي عليه الحجفة يعني الترسف لما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس ناد من يحرصون في هذه الليلة وأدعو له بدعاء يكون فيه فضل فقال رجل رجل من الأنصار أنا يا رسول الله فقال ادنه فدن فقال من أنت فتسم له الأنصاري ففتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء فأكثر منه قال أبو ريحانة فلما سمعت ما دع به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أنا رجل آخر فقال ادنه فدنوت فقال من أنت قال فقلت أنا أبو ريحانة فدع بدعاء هو دون ما دع للأنصاري ثم قال حرمت النار على عين دمعت أو بكت من خشة الله وحرمت النار على عين سهرت في سبيل الله أو قال حرمت النار على عين أخرى ثالثة لم يسمعها محمد بن سمير وقال غيره يعني غير زيد أبو علي الجانبي حدثنا عتاب قال حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك قال حدثنا حيوة بن شريح أخبرني عياش بن عباس القطباني عن أبي الحسين الحجري أنه أخبره أنه صاحبا له يزماني أبا ريحانة يتعلماني منه خيرا قال فحضر صاحبي يوما ولم أحضر فأخبرني صاحبي أنه سمع أبا ريحانة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم عشرة الوشرة والوشمة والنتفة ومكامعة الرجل الرجلة ليس بينهما ثوب ومكامعة المرأة بالمرأة ليس بينهما ثوب وخطي حرير على أسفل الثوب وخطي حرير على العاتقين والنمر يعني جلدة النمر والنهبة والخاتمة إلا لذي سلطاء